إذن معركة المطار في الحديدة التي انطلقت الأربعاء الماضي مازالت مستمرة شرحنا بالأمس عن حجم مساحة الأرض هنا في المطار ويبدو أن هذه العملية ستشتد خلال الساعات القادمة لحسمها سريعا وقريبا ويبدو أنه كان فيه ربما تمهل اتضارا لجهود المبعوث الدولي الذي كان في صنعاء وغادرها سنتحدث عن موضوع هذا المبعوث لكن نعود للتذكير هنا بالخريطة على الأرض وبعض المستجدات التي جاءت لنا كما ذكرنا هذه هي خريطة الحديدة وما حولها هنا نتحدث عن هذه الخريطة نلاحظ مساحة المطار وخلفه في الشمال الحديدة إلى أقصى الشمال إلى الميناء ذكرنا بأن مساحة المطار هي مساحة كبيرة جدا إذا ما رسمنا موضوع حدود المطار بهذا الشكل تقريبا يكاد يشكل ثلث مساحة المدينة هنا وبالتالي في محاولة للسيطرة عليه ولكن هو فيه كما ذكرنا قاعدة عسكرية قاعدة جوية مطار وأكثر من ذلك النقطة الأخرى أن كان في اليومين السابقين محاولات تركيز حصار على المطار وفي نفس الوقت تأمين الخط الخلفي لأنه هنا في هذه المناطق السابقة أو يعني إذا تتقدم فيها القوات من الجنوب على الساحل الغربي باتجاه الحديدة هذه مزارع نخيل مقتضة بشكل كبير يختبئ فيها بعض الحوثيون يختبئون هنا ويحاولون من فترة إلى أخرى التسلل لقطع خطوط الإمداد وبالتالي عملية تنظيف هذه المنطقة ومحاولة قطع دخول الحوثيين إلى هذه المنطقة بالكامل هي التي تأخذ بعض الوقت ولذلك كان من المهم السيطرة على كامل مديرية الدريهمي هناك من أجل قطع هذه النقطة في آخر التطورات العسكرية هنا كما شاهدنا في المطار هنا نلاحظ التقدم التقدم كان بشكل أكبر أيضا عند الدوار هنا في جنوب المطار وفي غرب المطار البوابة الجنوبية البوابة الغربية وأيضا في تقدم باتجاه الشمال والشمال الشرقي في هذا الإطار طبعا الطريق إلى الجنوب إلى تعز مقطوعة لكن الطريق إذا شاهدنا على الخريطة شارع صنعاء هناك إلى الشرق طريق شارع صنعاء سيبقى مفتوحة من أجل خروج آمن للحوثيين إنهم أرادوا الخروج أو بحاولة خروج ربما نزوح المدنيين إلى الغرب باتجاه صنعاء من أجل الحفاظ على حياتهم في هذه المعركة ما زالت العمليات مستمرة في المطار كما ذكرنا هناك خطط ربما لتسريع العملية هنا بعد خروج المبعوث الدولي من صنعاء وقد خرج أيضا هناك جهود ربما من أجل عدم السقوط في الفخ الذي ينصبه الحوثي الحوثيون كما ذكرنا وكما سنشاهد داخل المدينة يحاولون جر القوات إلى داخل الأحياء في المدينة حيث نصبوا الأفخاخ حفروا الخنادق لغموا الشوارع وقطعوها وبالتالي هم يريدون أن تكون معركة مكلفة جدا مدنيا على حساب المدنيين وبالتالي التحالف لا يريد هذا الأمر بينما الحوثيين يريدون أن يجروا المعركة إلى داخل الأحياء وهذا حتى الآن ما يرفضه التحالف ترجمة نانسي قنقر